الموضوع الثاني باختصار هناك إعلان يوجد الآن ووصل إلينا وانتهى إلينا أنه بمناسبة ذكرى الموليد النبوي فهناك مجد من المشاجد في الدينهاغ سيقيم على مدى الجمعة والسبت الحد محاضرات وسيحضر إليها زيد وعمر وإلى غير ذلك نعم مزيد احتفال بعيد مريد نبوي مزيد واشت احتفال بعيد مريد نبوي دين إذا كان دين خصنة دليل إذا كان هذا الأمر تعبودي وديني خصنة دليل أين هو الدليل؟ لا يوجد دليل لا تتعب نفسك ولا تجد في كلام الله ولا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام الأئمة ومشي معك تنقرن السادس لا يوجد من قال بجواز الاحتفال بعيد الموليد النبوي احتج الفاطميون العبيديون الروافض هم الذين جاءوا بهذه البدعة ما احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم ولو احتفل به عليه الصلاة والسلام في حياته لنقل إلينا ما احتفل به أصحابه من بعده ولو احتفلوا به لنقل إلينا ما احتفلت به أمهات المؤمنين لنقللنا أمور السنة داخل بيته والله تبارك وتعالى قال لهن في كتابه الكريم واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة بغينا شي دالي سير جفري لك تجيب قناة اقرأ قل لك سيري بأن الاحتفال بعيد الموليد النبوي هو السنة من سنن الأنبياء والمرسلين وهو سنة المؤكدة لا أقول مباحا بل أقول سنة أرد عليك باختصار أيها المبتدع أولا يبدو عليك أنك لم تتربى ولم تنشأ في طراب العلم كيف يخفى عليك مصطلح سنة المؤكدة وتعريف هذا المصطلح السنة المؤكدة هي السنة التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وداوم عليها هل يوجد نص أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل عليه الصلاة والسلام بعيد ميلاده وكملها وجملها جاب لك سيدي حاد قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فنحن نفرح بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الدليل الله أكبر طيب إذا كنت ستفرح بولادته نقول نحن نفرح ببعتته اللي قال فيها الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالم ثم واحد تدليس كين في ذيك الورقة اللي كاتبين ذكرى الله أكبر بالله عليك ده بنتائي ده عندك الولدة ديالك هنا في دين عخ ولا تذكرها إلا مرة في الأسبوع ولا تتذكرها إلا مرة في الشهر ماذا سيقال عنك أنت عاق لأمك ألا تستحي تسكن في مدينة واحدة ولا تتذكر والدتك التي أنجبتك وكانت سببا في إخراجك إلى هذه الدنيا تتذكرها مرة واحدة وذحكوا علينا وشابوا لنا عيد لأم باش نتذكروا الوالدة غمرة في العالم طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النار هل نتذكره مرة في السنة سؤال أبدا نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم دايما صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم إنما صنعتوا هذا لتأتموا بلو تتعلموا صلاتي خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي إذن هو القدوة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما يبقوش يقول لنا فقط لنتذكر سيرته كإنشتاح والرديح والرقص ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها ومن جوذك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا هو المدح هذا هو المدح أن الدعية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ وكي يمشي عند بلال تقول له يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ لماذا يذهب إلى بلال ويقول له يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة ماذا الكلام وإن من جودك الفلبورضة أمن تذكري جيران بذي سلامي ماذا اجتجمع دمعا جارا بمقلتين بدمي ثم يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحاديث العمامي ماذا تركنا لله بمن نلوذ اللي يد تكون بمن والاستعادة تكون بمن أليست برب العزة والجلال يا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله وضعوني حيث وضعني الله عبدا ورسولا وقال عيد السلام في الحديث الآخر صحيح قل إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني نمدحه ونرفعه فوق درجته عليه الصلاة والسلام وبالأذلة من خلال الأمداح والسماع والاختلاق والشركيات قالوا بمناسبة للموليد النبوي فين هو فين هي أحكام العيد كينشي صلى ديال العيد كينشي غوصي النار العيد ما هذا صدق الرسول لا تتبعونا سألنا من كان قبل لكم حذو القدة بالقدة شبرا بشبرا وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جوح رضب بلا دخلتم وقالوا ليهود والنصار قالوا فمن إليك من يحتفلوا الآن بأعياد بالأعياد أليس النصارى يحتفلون بميلاد عيسى وحتى سكم تعرفوا وحد قادية من ناحية تاريخية لم يصح أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في 12 ربيع الأول واسمعوا من عندي لم يصح اختلاف وضطراب بين أهل تحقيق في هذا الفيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتروني كما أثرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقلوا عبد الله ورسوله فإذا مدحناه نقول أنت عبد الله ورسوله هذا هو المدح الحقيقي عبد الله ورسوله ولي قنالنا فقلوا عبد الله ورسوله ما شيئا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به والصاحبا أركانوا فيماهم ما شيئا ما فأهموناه ودلي على ذلك حديث معادلما جاء من الشام وبريد أن تجد للنبي صلى الله عليه وسلم أرد أن يعظمه فقال له ما هذا ما هذا يا وأمر معاد بن جبال أعلموا الصحباء بالحالة والحرم بريد أن تجد لنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من الشام فقال نبي صلى الله قلو بهن رسلا إني كنت في بلاد الشام فرأيتهم يسجدون لقصاوستهم وملوكهم وعظمائهم فأحببت أن أسجد لك يا رسول الله قرعة السلام أدت إنما التي هذا حصل إنما السجد لله ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماه إنما السجد لله وهذا اجتهاد من هذا الصحابي الذي هو أعلمه الصحابة بالحلل والحرم ما تقولك لا نحبه حب النبي صلى الله عليه وسلم إذا بنت تقدم الدليل عليه تابعوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أكثر من ذلك شيء ويغفر لكم ذنوبكم كما قال عمر ليس العبرة بأن تحب وإنما العبرة بأن تحب رجع للسجفري لكي يقولك بأن العيد سنة أما وصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثة في مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه أما وصلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم العامل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود أما وصلك قول إمامنا مالك كمارا وذلك ابن حبيب من طريقي عبد المالك بن المجيسون حينما قال مالك رضي الله تعالى عنه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتموا كتم علينا اللعين وكتموا علينا النبي صلى الله عليه وسلم ما بنلغوش وعائشة تقول من حدتكم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفريق وفي رواية أخرى صحيحة تقول عائشة لو كان محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه لك تمقى الله حزوجا وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشع في قصة زواجي زيد في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت عمتو التي كانت تحت زيد فلما قضى الزيد منها وطران زوجناك وهذا كلام هذا الذي ذكره هذا الإمام رمش جديد الجديد عنده هو المرمى غير الأشاعرة وغير المثوريذية بأنهم أهل زيغن وظلل أما من قال وهو خطأ بأن الأشاعر والمثوريذية من أرسن الجمعة سمعهم أولا البقلاني في الإنصف ثانيا ذكره أيضا أبي المدفر أبو المدفر الإصفرائيني في التبصير في الدين ذكره أيضا الجويني في لومع الأدلة ذكره أيضا البوطي اللي مات مؤخرا في كبرى اليقينيات وذكره أيضا في معالم أصول الدين إمام الغزالي قبله في القرن السادس وذكره أيضا الفخر الرازي يعني في بعض كتابته رمش جديد ولكن بشي قل بأن غير الأشاعر هم أهل الزيغ وضلال نعوذ بالله من الزيغ والضلال وسمع شنا يا عقيدة نحن في الأشاعر الأشاعر هم أهل سنة وجماعة فيما وفقوا فيه أهل السنة والجماعة ونسبة الأشاعر إلى أهل السنة والجماعة إنما هي نسبة نسبية بالمقارنة مع الطوائف الأخرى كالخوارج والروافض والقذرية والمرجعة أما أن نقول بأنها على الإطلاق بأنهم أقربوا الجماعات إلى السنة هذا ليس بصحيح لأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة في باب الإسماء والسفات أما في باب الصحابة والباب الإمامة وغيرها نعم إذن فالأمر نسبي هذا هو العدل اللي تعلمناه كما قال شيخنا شيخ الإسلام بن تيميلي هو شوك في حلوق هؤلاء الناس الكلام في الناس ينبغي أن يكون بعدل وعلم لا كحال أهل البدع بظلم وجور ونتذكروا غير قول الله عز وجل وإذا قلتم فاعديله ما شو يدل عدل حتى في الكلام قول الله عز وجل ولا يجري منكم شناءان وقومين على أهل لا تعديله ما نحن خرج من الملة بش ترمينا نحن نبزيغه بالضلال والسنة ما نوضى لكم العش في رأسكم اللي يبغى شي حاجة مرحبا بالنقاش ما أن نتوارع الأنظار ونخرجوا العشريطة وكذا ونتكلموا وبعض الأغمار يتكلمون نحن نرى ما كانت تخبوش ونحن واضحين الحمد لله في المنهج دينا وفي عقيدتنا هي عقيدة الإمام المالك وهي عقيدة سمعها أبي الحسن الأشعاري التي صرح بها قبل موته في الطور الثالث كما نص على ذلك شيخنا حمد أنصاري وفي جملتها هي اعتقاد السلف أما في بعض التفاصيل فلا زال متأثرا رحمه الله يعني ببعض كلامي المناطق والفلسفة على العموم هي خطبة مقتضبة لعلي لعلي قد أكون يعني ذكرت بعض الأمور المتعلقة من خلال بعض النتف من هنا وهناك لأن الوقت لا يسمع والحمد لله هذا مفضل على لنا أننا وفقنا بعد يوم عطلة سينا تأخرنا عليكم وقربنا عليكم وقت العصر شيء بس ما كان سير تغدى ومر العصر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم مهذة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم ارتفع بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم أحينا على السنة واجعلنا من دعاة السنة وأنصار السنة ومن الذين ينشر السنة ومن الذين يذبون عن السنة وأمتنا على السنة يا الله يا كريم منك على كل شيء قال الإمام مالي اسمعت القول الإمام مالي قال إن الرجل إذا لقي الله سبحانه وتعالى بذنوب كبائر وصغائر ثم لقي الله على السنة أرجو أن يكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وإن قصر به العمل هذا هو التي فهمت السنة رحمة الله على إمامنا مالك الله موفقنا لطاعتك ومرضاتك واختملنا بالحسنة وأخير دعونا